حقق التراجي فوزا مثيرا بهدف دون رد مام غريمه النجم الساحلي خلال مواجهة الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالبطولة وسجل النجم الجزائر رياض بن عياد الهدف الوحيد للمقابلة ومن تزديد قوية في الدقيقة التاسعة والخمسون بعد دقيقتين فقط من اهدار زميل محمد علي بن رمضان لركلة الجزاء وبفضل هذا الفوز الثمين سعيد شيخة لندية التونسية للمركز الثاني في جدول الترتيب العام برصيد 11 نقطة وعلى بعد نقطة واحدة من المتسطر النجم ونرصد لكم في هذا الفيديو ثلاثة مشاهد من كلاسيكو التراجي والنجم في البطولة المحلية بداية مع مشهد لعنة الإصابات ضربت لعنة الإصابات الفريقان خلال موقعة رادس مما دفع بالمدربين نبي المعلول وفوز البنزارتي وللقيام بتغييرات تكتيكية نظرا لقيمة اللعبين المصابين وخسر التراجي خدمات مهاجمي المحترفين حمد الهوني ورياث بن عياد والذن يصيب تباعا على مستوى الكاحل والركبة بالمقابل الثر النجم لتعويض لعب الوسط المالي سوميلة ومهاجمه لؤي بن حسين بسبب التعرض لإصابتين عضليتين لعنة الإصابات ومسلسل الغيابات متواصل في التراجي لا تزال وذا لا يزال جناح التراجي وثاني هدى فيها نيس البدري غائب عن قيمة الفريق ومنذ أن شارك في مقابلة الاتحاد المنسير وقتها حيث حصلت بعد حادثة جعلته يحال على مجلس التنديب وجعلت الكوتش نبيل معلولي استبعيده نهائيا وبقرار منه حيث لم يكن موجودا أصلا في أي مقابلة بعدها استبعاد البدر الغريب يعتبر بعض الأحباء من التراجي أنه طال أكثر من اللازم وأن الأحمر والأصفر يحتاج لجناحه في الفضرة الحالية خاصة مع غياب الفعيلية عن كل من لعب مكانه ونقصد هنا الزدام وغيره وأن الاستبعاد لا يمكن أن يتواصل على حساب مصلحة الفريق لكن القرار الأخير في العفو عن البدر والسماح له بالعودة من عدمه سيكون بيد معلول شخصيا وهو سيتحمل المسئولية الكاملة في عواقب هذا القرأ هذا ونذكر أحبابنا أن الآن نيسة البدر قد قذل عمل فارت واحد من أصعب المواسم الرياضي على الإطلاق فالدول السابق قدم الكثير لفريق الدم والذهب وكان أحد أهم مفتيح الانتصارات والتتوجات حتى والتي تحققت لفريق باب سويقة خلال المواسم الفاتب فارتة وقدوم جعيد وقته إلى الحديقباء غير كل المعطيات سلبا ونحو الهبوط ليكون البدري غير محظوظ وأحد ضحايا حيث رمى به عرض الحائط في أكثر من مرة وفي صنف النخبة حتى ذهب إلى ظن لمكشخين أن البدري قد انتهى رياضيا ولابد أن يغادر النادي بحلول شهر جوان الماضي أي بمجرد نهاية العقل وتسارعت الأحاديث والإشعاعات ليرحل وقته جعيد عن الترجي تاركنا الفرصة لنبيل معلون وليشرف وقته على ثلاث مقابلات من عمر البطولة والتي توجبها في الأخير ولأن معلول يعرف جيدا القيمة الممتازة والفنية التي يتميز بها البدري خاصة وأنه أشرف عليه في المنتخب الوطني وطالب الإدارة بتجديد العقد مع تمثيلات ومعطيات وتطمينات أنه سيكون أحد الكوادر والتي سيبني عليها تشكيلة هذا الموسم وهو ما كان فعلا حيث يحتل البدري قائمة الهدفين بثماني أهداف وقتها مساهما بطريقة فعالة في المسيرة الناجعة واستمرارية الفريق ولكن في الوقت الحالي كما أجبرنا وقلنا أن معلول قد أزال وأستبعد البدري في ظروف غامضة نتمنى العودة لهذا اللعب لقيمته الفنية ثانيا نشيد بأن مدرب الترجي نبيل معلول قد قال وشكر المحترف الأردني الجديد للفريق محمد أبو زريخ بما أنه كان السبب في قدومه وفي الانتقالات الميركاتو وقال معلول أن الشرار قد بدأ ليدخل في أجواء الترجي ويمتلك مهارات كبيرة في المروغات والتسديدات وأظهر ذلك حين لعب وقتها ضد شبيبة السابر الجزائري واتحاد بن جردان لكن عمع هذا شدد على أن الفريق وهذه نقطة مهمة مقيد بعدد أجانب محدود جدا على أرضية الميدان حيث يمكن لأربع فقط يلعب أساسيين والترجي يملك ستة لديهم قيمة فنية عالية وهو ما يجعل اختيار الرباع الأساسي مهم صعب في كل مقابلة وبالتوازم هذا وما زادت تنبل لأجر النجم الأردن الدول ومحترف الترجي محمد بوزريق شرارة الغير محظوظ كذلك عملية جراحية ناجحة وللتخلص من ألام الإصابة التي تعرض لها وكان من المفروض منذ جانفي أن شرارة سيغيب عن الترجي ولنحو شهرين فقط قبل أن يعود للفريق ويمارس نشاطه الذي ينتظر العودة سريعا للاستفادة من خدماته وكانت الأيام الماضية قد شهدت أحاديث حول فصخ عقد شرارة مع الترجي لكن يبدو أن الوصول إلى هذا القرار صعب وسيكلف النادي الكثير ماليا ومما يصعب من الإقبال على هذه الخطوة ممكن نرى شرارك في إعارة أو ممكن نرى شرارة يعود بعد الإصابة ما زالت الحيرة قايمة نبقى مع مشاهد الكلاسيكو وثانيها عقدة رادس متواصلة عجز الفريق الساحل عن إنهاء عقدة عدم الفوز على الغريم العاصمي بملعب حماد العقر بيرادس في مسابقة البطولة ومنذ الانفتاح لدرة المتوسط عام الفاني وواحد فشيل النجم في الفوز على الترجي في المسابقة الأبرز وذلك في تونس على هذا الملعب وتجدر الإشارة إلى أن آخر فوز للفريق الساحل خارج الملعب ومعبه أمام فريق الدم والذهم ضمن البطولة يعود لعام الفني وسبعة وذلك بالملعب الأولمبي بالمنزة ثالث المشاهد الراسخة في كلاسيكو البارحة الفار يتدخل بعد المباراة جدل واسع تعرض لعب وسط الترجي معتز الزدام للترد بعد الصافر النهائي للحكم الجزائري مصطفى غربال بعد تدخل حكم الفار الصادق السالمي وكان الزدام الذي لعب سابقا في النجم توجه لتحية زملائه السابقين بعد المقابلة غير أنه استدم بأحد مسؤولي الفريق الأسبق ليرد عليه بعنف يذكر أن حكم الفار علن أيضا عن ركلة جزال فأيدة فريق العاصمة التونسية أهدرها محمد علي بن رمضان في الختام رأيكم فيما حدث بين الزدام البرحة ومسؤول النجم وهل الفار والحكم اللقاكا على حق أم لا